في موضوع أسال كثيرا من الحبر خلال الأيام الماضية بالكويت تسبب قرار وزارة الإعلام بحالة عدد من كبار الفنانين إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قوانين التصوير انتقادات واسعة ما اضطر الوزارة لإصدار بيان دافعت فيه عن هذا القرار وأثارت صورة الفنانة الكويتية سعاد عبدالله وهي على باب مكتب النائب العام ردد فعل غاضبة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كما أبدى كويتيون غضبهم من قرار الوزارة وذهب بعضهم إلى حد المطالبة بإقالة الوزير شخصيا لرد اعتبار هؤلاء الفنانين وكان كل من النجوم عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله وحياة الفاد أحيلوا إلى النيابة العامة بتهمة التصوير من دون الحصول على موافقة ينضم إلينا من الكويت كبير محرري الشؤون المحلية في صحيفة السياسة الكويتية سالم الووان مرحبا بك سيد سالم إلى سكاي نيوز عربية بداية أطلعنا على آخر التفاصيل فيما تعلق بهذا الموضوع الذي أثار كثير من الجدل في الشالع الكويتي أولا مساء الله الخير وعلى مشاهدينك في دولة الأمارات لتكون على الطلاع كامل أنا ليس على الطلاع في الفن أو المجال الفني وأنا صحفي برلماني ولكن تابعت الموضوع بحكم أنه أيضا في جزء من الوضع السياسي تسمح لي بقريرك بس المادة 14 من قانون المرعي والمسموع شنو تقول تحديدا ثم تخلك في أحمل وزارة الإعلام أيضا جزء لا أدار عن وزارة الإعلام المادة 14 من قانون المرعي والمسموع تقول وبينت أن الشركات المحالة لنيابة العامة سبق أن قدمت إلى لجة النصوص لإجازة أعمالها الدرامية وفقا للإجراءات القانونية حيث تم منح أغلبها إجازة نص مشروط بذورة أخذ الموافقة اللازمة المذكورة في المادة 14 من الباعة التنفيذية للمرعي والمسموع أنا حسب قراءتي لهذا الموضوع أعتقد أن بعض شركات الإنتاج أنا لا أتكلم عن مالقة الفن كأستاذ وأخي الكبير حسين عبد الرضا أو أختي العزيز أنطلال سعاد عبد الله أو أختنا حياة الفهد هذين مستثنين من حديثي ليعلم الجميع ولكن دخل على هذا الإنتاج شركات ليس لها علاقة في العمل الفني أعتقد هي التي ورى هذه الأزمة وبالتالي الحكومة لا شك أن أخطأت 100% أخطأت حينما أجازت هذه النصوص وعرضتها أعتقد في رمضان ومن ثم الآن أحالت الموضوع إلى النيابة العامة أعتقد في عدم تنسيق ما بين الإدارات في عملية الإجازة والإحالة بالأخير نحن الآن أمام غانون وهو غانون المرن المسموع إذا أردنا فعلا أن هذا الغانون لا ينقص من عمالقة الفن علينا أن نحترم الغانون بالمصدرة وحالة المزارة الإعلام الآن شركات الإنتاج هي 13 شركة وليس شركتين أو ثلاثة حسب ما فهمت أنا من القوان بالتالي رد الاعتبار أصبح من وزارة الإعلام للعمالقة الفن لابد منها أنا حسب ما سمعت أيضا دعني أقاطعك هنا إذا سمحت لي سيد سالم لماذا في رأيك تجاوزت الوزارة اللجوء لديها لجان قانونية يمكن لها الفصل وزارة الإعلام لماذا لجأت بشكل مباشر إلى النيابة العامة أعتقد وأنا حسب قراءة الموضوع أعتقد صار فيه زي ما تقول عدم تنسيق بين الإدارات أتوقع شديد بداخل وزارة الإعلام وبالتالي أعتقد أن زجوا في هذه الشركات بخطأ أو قلنا أكلم بقضية غير مونسقة ما بين المؤسسات داخل وزارة الإعلام وزارة الإعلام لا شك أنها قطعت وتحمل قطعها هذا لا حي دافع عنها ولكن بالتالي فيه شيء في نص يسمونه لما تسلأت تجهز النص يجب عليك أن أن تعرض أيضا الحلقات أعتقد بعض المنتجين ما أعرضوا الحلقات عرضت في الكويت في جزئية منها وحذقت بعض جزئية البدون من العافور مثلا وقد العافور عرض في دبي أو بوظبي في جزئية البدون لم تحدث وأعتقد أن هذا الموضوع يتكرر أكثر مع منتج أصبح الإنتاج في الكويت أعتقد تجارة رابحة فقد شوه صورة المنتجين الحقيقيين كالأستاذ عبد الحسين عبد الرضا الأخت حيات الأخرين الأخت سعاد دشوا عليهم ناس ليس لهم علاقة في الفن فنانين ليس لهم لكن عفوا مغاطع أيضا سيد سالم الفنانون أنفسهم تحدثوا عن أن المسألة ليست متعلقة بتطبيق القانون بل أن القانون لم يفعل خلال السنوات ماضية ولم يسأل لهم أي شخص في وزارة الإعلام عن إصدار مثل هذه التصريح المتعلقة بالتصوير في الكويت أو حتى إجازة النصوص يعني كيف تفسر هذه المباغة كما وصفها الفنانين أعتقد هي فيها مبالغة أعتقد الوضع فيه لغة الوضع ما دام هناك خروج عن النص خروج عن إجازة النص أعتقد من حق وزارة الإعلام أن تتخذ الجراءات بموجب المادة 14 ونحن كصحفيين علينا في الصحف اليومية كاعد وزارة الإعلام تطبق علينا القانون هذا وتحييننا للنيابة العامة يجب علينا أن لا نجزم لا نقلق من هذا الموضوع علينا أن نواجه ونصحه وأنا أتوقع أن هذه الأزمة هي جاءت يا أستاذ الفاضل لصالح عمالقة الإنتاج في الكويت لغربلة منهم ومن تحت يعملون من الخلف لصالح أو ضد سيد سالم لا لصالح من لدي شركات فعالة في الإنتاج أنا أتوقع فيما بعد ستبرز الشركات التي تلعب دور ويضا تبحث عن النص الحقيقي وتبحث عن الفنان يا أخي سنتكلم بصراحة وأنت خلق ببوظبي وأنا في الكويت والأمارات نحن لدينا 90% من الفنانين لا يعرفون القيم الكويتية ويلعب بدور وكأن يصور الكويتيين تجار مخدرات تكرم سلوك سيء هذا معروف ما الذي تتوقعه ما الذي تتوقعه باختصار سيد سالم الآن في مسار هذا الموضوع أتوقع أن وزير الإعلام الشيخ أحمد سلمان الحمود رجل عاقل وأعتقد أنه اعترف في خطأهم مبعثوا للأستاء للفنان الكبير حسين عبد الرضا أعتقد أنه وصل أو ما وصل هذا عشان لا أتحمل مسؤوليته اعتذار أعتقد الأزوة ستنتهي وتصبح هناك شركات إنتاج أعتقد ستحصل حتى دعم من الحكومة في المرحلة الجاية حينما تغنن وحينما تعرف مسارها وتوجهها وأيضا البحث عن نص يعالج المشاكل الكويتية سواء عن المستوى الاجتماعي أو المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أشكرك إذن لسيد سالم الووان كبير محرري أشؤون المحلية في صحيفة السياسة الكويتية كنت معنا من الكويت